السلام عليكم تمنى تكونوا بألف خير و بصحة جيدة اليوم سنوجد فقاس بلدي مغربي أصيل يأتي بزوين 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 كنحتاج وزلافة ديال الوز وربعة معلقة كبيرة زنجلين ومعلقة كبيرة حبت حلاوة نأخذها كخمسة ديال البيضات نضيفهم في الطراب نضيفهم كاز ديال الزيت وغادي نضيف لهم جوجة الكيسان ديال السانيدة قياسة العنبة وغادي نحاول نطحنوها تشي مزيان مع بعض بها الطريقة زوينة تسهل عليك ما تقلش يعني يضطر بيديك كل شي كي نساجم مزيان وكي يختصر الوقت كنزيدو ساشي ديال فاني كنخويبو النص ديال الخالط والنصف الاخر كنزيدو علي كاز ديال الزيت اخر وغادي نضيفو الخالط وغادي نضيفو الخالط كامل كي يسهل علينا باش نقوا نطربو بيدينا بالزربة كي نساجمو كنديرو معلقة صغيرة ديال سكينجبير ورسل معلقة ديال القرفة صراحة هاد المكونات كي يعطيوا واحد المادا قزوين واحد الريحة زوينة في الفقاس كي يجيل ديد بزيف صراحة غير جربوه ما غاديش تندمو كنديرو قبيسة ديال الملح وكنديرو اللوز وزنجلان وحبة حلاوة كنديرو كاز ديال الحليب وغادي نديرو نصف كاز ديال الماء وغادي نخلط هاد المكونات مع بعض وغادي نبدأ نضيفو اااااااااااااا varit الدقيق ديال لا nied بقى مع يعني يغربوله كل مرة كننغربله شوية وكننخلطوه حتى فاعدينا طباء الخوام اللي بغيهن غير تبعو هذه المراحل لأن شاء الله يجيكم مازون وصراحة كي يجي محمر ويجي لديد بثاف وحتى في تقطع دياله يعني ما كي ما كيتهرس ما كيضيعش منه تشي حاجة هذي مقاو نضيفه في الدقيق حتى كيتجمع الخالط ديالنا فقط ساهل بسيط مغربي اصيل كيف ما كنعرفو كاملين وهدو كل المكونات اللي ضفناك يعطيه للدزوينة كنضيفه واحد الخمارة حتى بالحال سخون كنبقاو نضيفه بالتدريج كيف ما كتشوفه معي را بدات العجينة ديالنا كتجمع يعني كنبداو في الاخر من اللي كيتجمع بحالك كنبداو نضيفه غير بشوية بشوية حتى وارا مخصوش يدو زليد دقيق بزاف كنبداو مع الخاطر حتى كيبالينا القوام دياله ولا مزيان كيف ما كتشوفه سفي ما بقاش لنا بزاف هدي نزيد ندخل فيها التقيق هدا هو القوام دياله كيف ما كيجي هدي نقسمو على كويرات اللي كونو متساوي باش نديرو هادك الكومير وكان بدون نصرحو فيه شفتوا القوام دياله كيفاش كيجي من اللي كان بدون نصرحو هاكا كنحاولو نخبطوه مع سطح العمل باش كيخرج منه لهوا وما كيجيش دوك يعني ما كيجوش في ذوك الخويات ذوك تقيبات خاوين من الوسط يعني كيخرج منه ذا كلهوا من اللي كان خبطوه ضعروري تصرحو انتو ما كتخبطوه باش كيخرج منه لهوا سافي كندهنو طاوة ديالنا بالزيت كننحطو فيها الكوميرات ديالنا كناخدو الزيين كناخدو بيضاء كناخدو ساشي ديال الكوبيل ديال كاكاو ساشي ديال كاكاو كيعطي لون زوين صراحة كنطربوه مزيان وكان بدون ندهنو كندهنو الكوميرات انا كنقول لي من الكوميرات كندهنو معلها تشكل وغادي نبدو نزينو بالشوكا او الفورشيط كنزينو معلها تشكل كل واحدو الدوق ديالو اللي بغاي زيين اللي بغاي خليهم حاكك عاديين كناخدو واحد الفنيتة رقيقة وكنديرو تقيبات صغر باش ما يتفرقعش لينا كنحاولو انتقبوهم زيان باش ما يتفرقعش لينا الكومير بزيف على هاتشكل سوفيو كنسخنو الفران ديالنا كندخلو ننقصو عليه كنسخنوش بزيف يعني غير نشعلو سوفي وندخلوه باش كي طيب معاه على خاطره كنخليو عافية مهيلة حتى كي باش يدخل لنا الطياب الداخل في الكومير ماشي غير يتحمر بالزربة ويبقى خضر من الوسط سوفي كنخرجو على تشكل كنقيصو بديك الفنيتة كنلقوه يعني طيب من الوسط ماشي خضر طابع لا خاطره سوفي كنغطوه بواحد المنديل اللي في الزقناه بالماء ودرنا فوق منه واحد القلع ديال بلاستيك نخليو يرتاح حتى كي يبرد نهائيا سوفي هنا بدينا كنقطعو فيه كيف ما كتشوفو فتقطع راه ما كيضيعش غير هو الموس يكون ماضي مزيان باش مايفرتوش ليكم وكيف ما كتشوفو راه هادا اللوز ما رطبناه ما فزقناه ما والو يعني درناه هاك هاك نيشان وما ضيعش اللي نقاع الفقاس بالعكس جمزيان فتقطع سراح غير جربوها الطريقة راه كي يجي لديد بزاف في واحد الماداق ما تقنعوش منه سوفيو كان بدهو نستفوه في الطاوى ديالنا وفي التحمار يعني ضروري كان نعطيه الخاطر في التحمار ضروري الخاطر كي يبغي الخاطر حتى كتتحمر لنا ديك اللوزة من الوسط هذه النتيجة النهائية كما كتشوفو راه الفقاس محمر يعني ما عارف تكنش وحدين ما كي يحمروش مزيان تيخليوه بيض انا ما كيعجبنيش هكاك يعني هذا الفقاس كنعطيه الخاطر في الفران حتى كيتحمر اللوز من الوسط تتولي في ديك اللوزة محمرة من الداخل كي يجي على هاتشكل صفي غادي ندوزو نحمروه وكي يجي كاتب الملك نكونوا نطيبو فيه كي يعطي واحد الريحة زوينة هذه النتيجة النهائية كما كتشوفو راه الفقاس محمر يعني ماشي كي يتحرق لاشي حاجه هدا وط حمار ديالو زوين اتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك وجام فيديو بارتاجي وفيديو مع كل حبابكم وصحابكم تلاقاوا في وصفة اخرى ان شاء الله